السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سأكمل معكم الدرس الرابع من الوحدة الأولى من كتاب الإنجليزي للصفوف الأولية ودرسنا لليوم موجود on page number 10 page number 10 يعني صفحة رقم 10 ودرسنا لليوم اسمه phonics وقبل ما أبدأ بالدرس بتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو أنه ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ بسم الله بدرسنا لليوم وهو phonics ماذا نعني بكلمة phonics؟ phonics تعني الأصوات إذن سنتعلم في هذا الدرس أصوات جميع الحروف الإنجليزية طيب نبدأ بـ number one chant and point chant and point كما ذكرت أن كلمة chant تعني غني and و point أشر إذن سنغني ونؤشر على جميع الحروف الإنجليزية وماذا نعني بكلمة حروف؟ حروف تعني alphabet alphabet chant أغنية إذن أغنيتنا لليوم هي عن الحروف نغني معا الحروف ونؤشر على كل حرف a, b, c, d, e, f, g h, i, j, k, l, m, n o, p, q, r, s, t u, v, w, x, y, z سأقوم بقراءة الحروف مرة أخرى a, b, c, d, e, f, g h, i, j, k, l, m, n, o, p, q u, r, s, t, u, v, w, x, y, z والآن ستقوم ديمة بقراءة الحروف معنا a, b, c, d, e, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z a, b, c, d, e, x, y, z a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z اذا على جميع الطلاب والطالبات في الصفوف الأولية معرفة اسم كل حرف من الحروف الإنجليزية وشكل هذه الحروف ننتقل الآن إلى number two number two color the letters color the letters color تعني لو the letters الحروف إذن الإسم الثاني للحروف هو letters letters قلنا أن الحروف تدعى إما alphabet 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 أو letters letters في هذا التمرين سيقوم الطلاب بتلوين هذه الحروف الإنجليزية بهذه الطريقة هنا قامت ديما بتلوين الحروف الإنجليزية كاملة ننتقل الآن إلى الصفحة التالية on page number eleven eleven يعني في الصفحة الحادية عشر ماذا لدينا في هذه الصفحة؟ لدينا fun time fun time كما ذكرت في الفيديوهات السابقة أن كلمة fun تعني مرح time تعني وقت إذن وقت المرح number three لدينا make a name card make a name card make تعني أصنع a name card يعني بطاقة الإسم علينا في هذا التمرين أن نقوم بصنع بطاقة نكتب فيها أسماؤنا write your name write your name write تعني أكتب your name تعني اسمك يعني على الطالب أن يكتب اسمه في هذه البطاقة draw some pictures draw some pictures draw تعني أرسم some بعض pictures الصور أيضاً على الطالب والطالبة أن يرسموا بعض الصور في بطاقة الإسم هذه التي في الأسفل and show your card and show your card وأعرض بطاقتك يعني أولاً سيقوم الطالب والطالبة بكتابة اسمهم في هذه البطاقة هنا كتبنا إسم ديما وبعد ذلك عليهم أن يرسموا بعض الصور أي صورة يرغب الطالب أو الطالبة برسمها يقوم برسمها وبعد ذلك يعرض بطاقته على الصف هنا أيضاً سفروت قام بكتابة اسمه سفروت ورسم بعض الصور ثم قام بعرض بطاقته وبعد الانتهاء من هذه البطاقة نكون قد انتهينا هذا الدرس والآن سننتقل إلى أهداف هذا الدرس الآن نحن نستطيع I can I can أنا أستطيع ماذا؟ Chant The alphabet chant أستطيع أن أغني أغنية الحروف إذن Chant The alphabet chant Chant The alphabet chant إذا استطعت أن أغني أغنية الحروف فإني أكون قد حققت الهدف Number 7 أو الهدف السابع Goal Number 7 Goal تعني الهدف Number 7 أي السابع وسأضع علامة صح لأنني قمت بتحقيق هذا الهدف ما الذي أيضاً أستطيع فعله؟ Make My Name Card Make My Name Card أستطيع أن أصنع بطاقة الإسم الخاصة بي وإذا استطعت كتابة إسمي في البطاقة ورسم بعض الرسومات أكون قد حققت الهدف الثامن Goal Number 8 وسأضع علامة صح أمام هذا الهدف ننتقل الآن إلى Advice Time Advice Time Advice تعني نصيحة Time تعني وقت إذن سننتقل إلى وقت النصيحة ما هي النصيحة التي يقدمها المعلم أو التيتشر للطلاب Help your friends Help your friends Help تعني ساعد Your friends أصدقائك إذن يطلب المعلم من الطلاب والطالبات أن يقوموا بمساعدة أصدقائهم ويقول لهم Help your friends ننتقل الآن إلى قسم التمارين لنقوم بحل التمارين الخاصة بهذا الدرس سنقوم بفتح صفحة رقم 69 69 أي 69 في هذه الصفحة number one لدينا listen listen and chant listen and chant استمع وغني وبعد أن نستمع ونغني أغنية الحروف علينا أن نقوم بعمل trace trace أي الكتابة فوق هذه الحروف التي باللون الرمادي بهذه الطريقة إذن سنقرأ الحروف ونستمع معاً a b c d e f g h على جميع الطلاب والطالبات التمر على قراءة الحروف الإنجليزية طبعا هنا قمنا بكتابة الحروف capital و small A capital و A small وجميع بقية الحروف بهذه الطريقة capital و small ننتقل الآن إلى number two trace and write trace and write قم بكتابة فوق النقاط والتي تعني trace و write اكتب الحرف على هذه الخطوط الثلاثة إذن لدينا هنا حرف الجي جي capital سنقوم بالتحديد فوق النقاط و نكتب جي capital بهذه الطريقة وبعد ذلك سنقوم بكتابته فوق هذه الخطوط الثلاثة الخط العلوي والمتوسط هو الخط السفلي بهذه الطريقة جي capital جي capital ننتقل الآن إلى الصفحة التالية ماذا لدينا في هذه الصفحة؟ نمبر one listen and practice أي استمع وتمر say your name say your name يعني قل اسمك trace وبعد ذلك سنقوم بعمل trace ثم سنستمع و نقول و نتمرن على ذكر اسمنا هذه الفتاة اسمها منا ستقول ثم قالت أن هذه هي بطاقة الخاصة باسمي وبعد ذلك سنقوم بعمل trace بهذه الطريقة طيب ننتقل إلى write your name write your name يعني اكتب اسمك هنا في هذه البطاقة my names وحنكتب اسماؤنا هنا كل طالب وطالبة يقوم بكتابة اسمه هنا ويقول this is my name card this is my name card يعني هذه هي بطاقة اسمي ننتقل الآن إلى number two trace and write trace and write trace أي أن نكتب فوق النقاط بهذا الشكل and تعني و write هي كتابة letter h يعني سيقوم الطالب وطالبة بكتابة h capital على هذه الخطوط الثلاثة الخط العلوي والخط المتوسط والخط السفلي بهذه الطريقة سيقوم بعمل خط ثم خط آخر ويصل بينهما في الخط المنتصف بهذه الطريقة وبذلك نكون قد انتهينا من حل تمارين هذا الدرس كده أكون انتهيت من شرح الوحدة الأولى من كتاب الإنجليزي للصفوف الأولية الصف الأول والثاني والثالث والرابع إذا عجبكم الفيديو انزلوا أسفل الفيديو اضغطوا على زر اللايك ولا تنسوا أنكم تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه ليصلكم جميع الفيديوهات الجديدة التي يقوموا بتنزيلها وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة